مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الرابع الأدادي المنهج الجديد درسنا اليوم هو اليونت الأول الدرس الثالث هذا الدرس يحتوي على موضوع الصفات المنتهية بـ ED و ING قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيج الفيسبوك على استطاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع الأدادي نبدأ بالدرس يونت 1 لسن 3 اليونت الأول الدرس الثالث عنوان الدرس choosing a summer program اختيار برنامج صيفي كل طالب بالأطلة الصيفية يسوي إلى برنامج معين بعض الطلاب ينضمون إلى مراكز سباحة بعض الطلاب يأخذون دورات تقوية بعض الطلاب يطورون مهارات الحاسوب إلى آخره كل طالب عنده الطريقة معينة يستغل بها الفترة الصيفية أو الأطلة الصيفية شي يقول لي يقول لي ما تحتاج أن تفكر فيه عندما تختار برنامج صيفي سكيم ذا ليفلت اطلع على هذه النشرة هل تذكر هذه النشرة أفكارك؟ يعني أنت كل طالب مثل ما وضحنا أنه يفكر بفد مشروع معين أو فد فقرة معينة يمارسها بأطلة الصيفية يقول لك نحن نطيك مجموعة من المقترحات شوف هذه المقترحات تناسبك أنت واحدة من أدهن المقترحات التي سنطيك إياها أنت موجودة ببالك؟ هنا أنا نطين يقول لي كيف تختار برنامج صيفي؟ ما هي أهدافك التعليمية؟ بعض البرامج التعليمية بها دورات لكل المواضيع لكي تساعدك على التحضر للمدرسة في الخريف كذلك يمكنها أن تساعدك على تطوير جميع المواد مثل ما وضحنا هناك بعض الطلاب يقول أن أدخل دورات صيفية على مدى لما تجي المدرسة أكون محضر كل المواد أكو دورات أخرى أو برامج أخرى مصممة للناس الذين يردون إمارسون اللغة هناك برامج صيفية بها دورات على طول اليوم للناس الذين يريدون إطورون من نفسهم بسرعة يعني مثلاً أكو بعض البرامج الصيفية مثلاً الصبح فقرة للتدريب أو للرياضة البدنية والظهر دروس والعصر أكو في التطوير لمهارات الحاسوب أو اللغة أو ما إلى ذلك فيقول لك هنا أنا أدنى هنا برامج على طول اليوم يعني كل اليوم مجغول الطالب بهذه الدروس اللي يقدموها بعض البرامج الصيفية توفر العروض فقط في الصباح يعني أكو بعض البرامج الصيفية يقول لك إحنا دوامنا مثلاً من ثمانية الصبح للوحدة الظهر أو للوحدة الظهر كذلك بها هذه البرامج أماكن ممتعة بالإضافة إلى الدراسة قال لك زين هساً أنت شتحب تسوي بوقت فراغك You can do different activities تقدر تسوي نشاطات مختلفة in a city than in a country بالمدينة أكثر من الريف If you like doing sports and enjoy being in a quiet place إذا كنت تحب الرياضة وتستمتع بي المكان أو الأماكن الهادئة You should choose a program in the countryside يمكنك أن تختار برنامج في الريف Countryside معناها الريف But if you like going to the museums لكن إذا كنت تحب تروح للمتاحة Or to the cinema أو للسينما Choose a program in the city اختار البرنامج اللي بالمدينة You might get bored لأن ربما سوف تشعر بالملل فهنا نريد أن يوضح لي أنه يوجد مجموعة من البرامج يوجد برامج موجودة بالريف يوجد برامج موجودة بالمدينة برامج المدينة بيها تسوق بيها سينما بيها أمور أخرى أما برامج الcountryside اللي هي البرامج الريفية توفر لك مكان هادئ مناظر خلابة إلى آخره اللي بعدها خلني جي نقرأ هذا اللي باللوم بارتقالي The number of the people taking part in summer study programs is going up عدد الناس الذين يأخذون البرامج الصيفية اللي بالأطلة الصيفية يتصاعد all the time طوال الوقت Choosing a program can confusing for both parents and children اختيار البرنامج المناسب أمر مربك لكلاء الوالدان والأولاد That's why you need to think carefully before you make your choice لذلك أنت لازم تفكر بشكل جيد جدا قبل أن تختار أو قبل أن تقرر اختيارك يا برنامج الذي تريد انضم له Here are some questions you should ask yourself وهنا بعض الأسئلة التي يجب أن تسألها لنفسك سألني مجموعة أسئلة دي يقول لك شن اللي تحبه الريف لو المدينة شن هو آياتك إلى آخره على مودي يختارو لك البرنامج الأفضل How do you learn best؟ قل لك زين هس سؤال ثاني كيف تتعلم بشكل أفضل Some people like to be in small classes بعض الناس يحبون يكونون دورة مالتهم بصفوف صغيرة where they can get plenty of attention هذه الميزتها شن هو الصفوف الصغيرة عدد الطلاب قليلة رح يحصل على انتباه عالي أو كمية انتباه عالية and help from their teachers ومساعدة من مدرسيهم يعني مثلا انت بقاعة بها فد عشر طلاب انت رح تفهم الدرس بشكل أوسع ليش لان رح تشارك أكثر من مرة اذا قدم لك فد موضوع معين او فد مجموعة من الأمثلة المعين عن هذا الموضوع لكن اذا انت قاعد بقاعة مثلا بها خمسين طالب هاي القاعة اللي بها خمسين طالب الاستاذ اذا شرح فد موضوع معين رح مثلا ينطي علي فد عشر أمثلة أو عشرين مثال من الممكن انه انت تشارك بواحد من هذه الأمثلة او ما تشارك ابدا وانت تعرف انه انت اذا ما تفهم الموضوع اذا ما تشارك بالموضوع او تقوم بحل مثال معين على ما تقدر تتأكد انه انت افتهمت الموضوع شوف شي يقول لك يقول لك اكو ناس تفضل ان الصفوف الصغيرة على ما يكون نسبة انتباههم عالية بينما اخرين يعملون بشكل افضل يفهمون بشكل افضل في مجاميع اكبر حيث يمكنهم ان يشاركوا افكارهم مع كثير من الناس الاخرين شوف اكو بعض الناس اجتماعيين ما يحب ان يكون الصف مال تعبارة عن عشر طلاب لا يحب ان يكون خمسين طالب على ما يسوي صداقاته ناس اجتماعيين يحبون يسوي صداقاته يقول لك اتفكر يا هو الصف اللي تحبه يا هو المجموعة اللي تحبه تكون صغيرة كبيرة واكتشف يعني انت لما تروح تدور على برنامج انت مقرر انه مثلا انا اريد صف صغير تروح تسألهم تقولهم يابا الصفوف او الدورات اللي انت توفروها صفوفها صغيرة لو عادت طلابها هواي الى اخره وبالتالي رح تختار اختيار صحيح مناسب اليك قلت لك ان البرامج او الدراسة بالبرامج الدورات التدريبية طريقة مثيرة لكي تلتقي بأناس جدد تتعلم اشياء جديدة وتحظى بمتعة اذا اختارت البرنامج المناسب اليك البرنامج الصيفي المناسب اليك سوف تحظى بوقت مذهل نانا هو منطيق على اساس موقع معين تقدر من خلاله تقدم على البرامج الصيفية اللي موجودة بهذه النشرة اذا نانا مثل ما هو طلب من عندي هو بالبدايش قللي قللي هاي الافكار اللي براسك اللي انت تقول اني بالعطلة الصيفية اسويها هل هذه الافكار انذكرت واحدة من عدها بهذا المقال فانت اذا انذكرت قل شنو الفكرة اللي انطرقت بهذا النشرة واذا ما انذكرت قل لا ما انذكرت هذا مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة القراءة وللتمهيد على اسألة مجموعة من الاسئلة اللي رح يسأنيها داخل الصفك تحضير يومي بكتاب النشاط قبل ما انتقل لكتاب النشاط هو منطيني باسفلها موضوع الصفات المنتهية بـ ED والصفات المنتهية بـ ING رح نشرح ان شاء الله بالدقائق القادمة لكن قبل ما نشرح الموضوع المتعلق بالصفات المنتهية بـ ED وـ ING رح نحل تمرين أيوبي لأنذن التمرينين المتعلقات بالمقطع النصي اللي قرأناه قبل دقيقة شي يقول لي؟ يقول لي سكم دليفلت اقرأ أو اطلأ قم بالاطلاع على هذه النشرة اللي قرأتها قبل دقائق وضع الصح على الأشياء اللي ذكرت بهذه النشرة أو بهذا المقطع النصي شلون يعني؟ يعني هل هو ذكر بالمقطع النصي حجم البرنامج؟ حجم البرنامج؟ نعم قلنا أنه هو ذكر برنامج يدوم على طوال اليوم وبرنامج قصير بسم فترة الصباح ذكر حجم الصف إلى آخره إذن هو ذكر حجم البرامج Language classes هل ذكر أو هل تم ذكر الدورات الخاصة باللغة بالمقطع النصي؟ نعم قلنا أنه كان هناك بعض الدورات مخصصة للغة Museums متاحب نعم من ذكرة كلمة museum بالمقطع النصي قال إذا تريد تحب تختار برنامج بالمدينة فمن الممكن أن نزور المتاحة في السينمات إلى آخره Sports الرياضة ما ذكر بالمقطع النصي كلمة Sports لذلك ما رح أخلي عليها صح على الرغم من أنه بعض البرامج الصيفية تحمل الرياضات Clothes كذلك ما ذكرت Self-Access Center مركز التعلم الذاتي كذلك ما ذكر Restaurants مطاعم كذلك ما ذكر Class Times أوقات الدروس نعم قلنا أنه بعض الدروس طوال اليوم وبعض الدروس فقط في فترة الصباح هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي يطلب من الطالب أن يروح يقرأ النص وبالتالي يوضع صح على الكلمات اللي انذكرت بهذا النص ننتقل إلى تمرين بي هذا التمرين بعض الشيء مهم سجلوا عليه قبل ما ننتقل للحلول مالتا سجلوا عليه تمرين مهم جدا من الممكن أن يجيني على شكل توصيل مثل ما هو يقول لي Read the reflet مرة ثانية نفس الطريقة يقول لي النشر اللي قرناها قبل دقائق And much the beginnings are the endings of the sentences وطابق بدايات الجمل بنهاياتها شن يعني يعني مثلا Number one If you study ركزوا يا طلاب إذا كنت أو إذا درست In large class في صف كبير شن اللي رح يصير نجي نترجم نهايات الجمل على مدى نشوف شنو اللي رح يصير إذا درست بصف كبير Are for people who want to practice speaking language مخصص للناس اللي يريدون يدربون على لغتهم أو يتحدثون اللغة الإنجليزية غير مناسبة You can share your ideas with a lot of people يمكنك أن تشارك أفكارك مع الكثير من الناس قلنا أن الصف الكبير من ميزاته أنه يخليك تشارك أفكارك مع الكثير من الناس مع الكثير من الطلاب اللي موجودين في هذا الصف الكبير إذن الجملة المناسبة هو جملة B النقطة الثانية You can get information يمكنك أن تحصل على معلومات طبعا الأي مترهم البي مترهم لأن أخذناها نجي نترجم البقية See if you do specialist language study program إذا قمت بدراسة برنامج لغوي خاص هذا غير مناسب You will be able to do more sports سوف تكون قادرا على فعل المزيد من الرياضات كذلك غير مناسبة هو ديقول لي شنوه ديقول لي يمكنك أن تحصل على المعلومات شوف هو بالجملة الأخيرة كاتب لي By emailing us يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات عن طريق مراسلتنا وهو منطيك الموقع اللي من خلاله تراسله إذن الجملة المناسبة إليه هو الجملة F نقطة ثلاثة If you choose a program in the country إذا اختاريت برنامج بالمدينة شنو اللي رح يقدمه إليك أكيد برنامج المدينة رح يقدم لك رياضات أكثر فإذن أوصله بالجملة دي واللي بعدها Some study programs بعض البرامج الدراسية شبيهة قلنا بعض البرامج الدراسية بعض البرامج الدراسية مخصصة للناس اللي يريدون يمارسون مهارة التحدث بلغة معينة فإذن الجملة المناسبة إليها هي الجملة A You can improve your English يمكنك أن تطور لغتك الإنجليزية شنو الجملة المناسبة إليها If you do specialist language study program إذا قمت بالاختيار برنامج تعلم لغة خاص إذن الجملة المناسبة إليها هو الجملة C If you study in small class إذا قمت بالدراسة في صفوف صغيرة أو في صف صغير دورة صغيرة شن اللي رح يصير وقد قدنا فقط جملة E يقول لك You will get more help from the teacher سوف تحصل على مساعدة أكبر من قبل الأستاذ هذا ما يخص التمرين بي مثل ما وضحنا هذا التمرين تمرين مهم جدا من الممكن يجيني مثل ما هو على شكل وصل ننتقل إلى الموضوع نرجع إلى الموضوع ما لاتنا اللي هو الصفات المنتهية ب-ED والصفات المنتهية ب-ING قبل ما أبدأ أشرح طلاب هذا ال-ED وال-ING ما لها أي علاقة بالأزمنة ما لزمن المضارع المستمر أو الماضي المستمر المضارع البسيط أو الماضي البسيط لأن بعض الطلاب يقول استاذ مثلا أنا أختار ING لأن مثلا على سبيل مثال لقيت فالدليل على أن هذا الزمن ماضي مستمر أقول له أن هذا ال-ING وال-ED ما لها أي علاقة بالأزمنة ليش؟ لأنه دا يتحدث عن الصفات المنتهية ب-ED والصفات المنتهية ب-ING وليس عن الأفعال نجي بالبداية شي يقول لي يقول لي الصفات المنتهية ب-ED تعبر عن شعور الشخص العاقل تجاه شيء معين شون يعني استاذ؟ شون يعني تعبر عن شعور الشخص العاقل تجاه شيء معين؟ على سبيل المثال أقول I am bored أنا أشعر بالملل كلمة bored اللي معناها يشعر بالملل تعبر عن شعور آني الشخص العاقل أقول Nadia is excited Nadia تشعر بالحماس هاي ال-excited عيدة على Nadia تعبر عن شعور Nadia في اللحظة الحالية فأقول Nadia is excited Nadia تشعر بالحماس إذن هي تعبر عن شعور الشخص العاقل تجاه شيء معين أما الصفات المنتهية ب-ING فتعبر عن المسبب غالبا ما يكون غير العاقل لهذا الشعور أنا مثلا على سبيل المثال ليش أنا أشعر بالملل؟ مثلا أقول The film is boring لأنه الفيلم ممل مثلا أقول The movie is boring الفيلم ممل هاي البورينج اللي معناها ممل تعبر لي عن الموفي عن الفيلم الفيلم هو الممل السبب أنه أنا صرت bored أنا صرت أشعر بالملل شنو سببها؟ سببها أنه الفيلم أو الموفي is boring الفيلم ممل جدا مثال آخر The party is exciting الحفلة مثيرة هنانا العبرت لي عن الحفلة الحفلة والموفي الفيلم أشياء غير عاقلة سببت هذا الشعور إلنا إذن ال-ING تعبر عن سبب الشعور وال-ED تعبر عن الشخص نفسه عن شعور الشخص نفسه الجدوى الأدناه يوضح الفرق بالمعنى بين الصفات المنتهية ب-ED والصفات المنتهية ب-ING لاحظوا يا طلاب هسه لما نقول excited شنو معنى excited معناها يشعر بالحماس زين إقابلها هاي صفة منتهية ب-ED إقابلها صفة منتهية ب-ING اللي هي exciting معناها مثير للحماس أضرب لك مثال ثاني frightened معناها مرعوب شي قابلها من الصفات المنتهية ب-ING frightening معناها مرعب آني مرعوب الشيء اللي شفته frightening مرعب شفوه الإيدي تعبر عني آني كشخص عاقل تعبر عن شعور الشخص تجاه شي معين أما l-ING تعبر عن سبب ذلك الشعور ليش مثلا أنت frightened ليش أنت مرعوب مثلا أقول because I saw frightening animal لأنني شاهدته أو رأيته حيوانا مرعبا هذا الحيوان المرعب هو السبب لهذا الشعور بعد مثال آخر tired معناها تعبان tiring تقابلها معناها متعب مثلا أقول سوها is tired سوها تعبانة هذه عبرت عن شعور سوها ليش أقول سوها تعبانة أقول على سبب المثال because the work is tiring لأن العمل الذي تقوم به tiring متعب المتعب عبرت عن سبب شعور سوها بالتعب amazing معناها منذهل يشعر بالذهول amazing معناها مذهل وهكذا مع البقية embarrassed معناها محرج شخص يشعر بالحرج embarrassing محرج الموضوع اللي انطرق هو اللي محرج surprised مندهش surprising مفاجئ أو مدهش bored يشعر بالملل boring ممل interested مهتم interesting مثير للاهتمام هسه وضحنا الفرق بالاستخدام بالمعنى غالبا هذا الموضوع يجيني بالامتحان التحريري يخيرني بين صفتين وحدة تحمل ED وحدة تحمل ING زين هسه وضحنا الفرق بين الصفات المنتهية بED وING من حيث المعنى زين أستاذ أنا ما عندي معاني أنا ما أقدر أترجم الجملة شلون أتعامل وي الجملة أو شلون أقدر أختار الاختيار المناسب الصفة الصحيحة المناسبة للجملة بقدر المستطاع بدون الاعتماد على المعنى فشنوى الطريقة اللي أتبعها للاختيار الصفة بدون الاعتماد على المعنى بقدر المستطاع شوفوا طلاب هو بالامتحان شي سوي يجيب لي جملة هاد الجملة بها فراغ أو بها أقواس يخيرني بين ED والING شنوى اللي أسوي اللي أسوي أروح أباوع على بعد الفراغ إذا لقيت بعد الفراغ اسيم مباشرة اختار الصفة المنتهية بING هذه الجملة وتطعني فراغ أو أقواس أباوع وراء الأقواس شو لقيت إذا لقيت اسم مباشرة أختار الصفة المنتهية بING زيان هذه جملة مرة ثانية وهذا فراغ فراغ أو أقواس مثل ما وضحنا هو يجيب لي أما فراغات أو أقواس أروح أباوع وراء الفراغ إذا ما لقيت اسيم مثلا لقيت فعل لقيت صفة لقيت حرف جر شنوى اللي أسوي أروح أشوف بداية الجملة إذا بدت الجملة بعاقيل ش رح أسوي رح أختار الصفة المنتهية ب-ED هس نرجع نعيد هذه الجملة أول خطوة ش أسوي أروح أشوف وراء الفراغ إذا لقيت اسم أختار الصفة المنتهية ب-ING ما لقيت اسم ونروح أروح على بداية الجملة إذا بدت بعاقيل أختار الصفة المنتهية ب-ED مرة ثالثة هذه الجملة وهذا الفراغ أو الأقواس أروح أباوع وراء الأقواس ما لقيت شي بالخطوة الأولى لقيت اسم قبل اختارة ING بالخطوة الثانية ما لقيت اسم رح أباوع لقيت عاقل اختارت إيدي باوعت بداية الجملة لقيت غير عاقل إذا هذه الحالة أختار الصفة المنتهية ب-ING هذه الملاحظات تساعدكم على حل الجملة قدر المستطاع بدون الاعتماد على المعنى خلنج نشوف هاي الملاحظات صحيحة حاولوا توقفون الفيديو تاخذون سكرينشوت أو تكتبون الملاحظات يالتنتقلون لأمثلة كتاب النشاط شوف شي يقول لي يقول لي complete these sentences with the words from the box أكمل الجملة التالية باستخدام كلمات من الصندوق وقف استاذ هذا السؤال اسقاطات شوفوا طلاب هو يجيني على شكل اسقاطات تمام يعني الاسقاطات احنا متعودين متعتمد على المعنى لكن بنسبة 90% يجيب لي استاذ أحد هذه الجملة بسؤال القواعد ويخيرني بين صفتين واحدة منتهية ب-ED واحدة منتهية ب-ING فإذا تلاحظون هو الاختيارات اللي منطنيها يعني بنسبة 90% يجيب لي على شكل اختيارات واحدة ب-ED واحدة ب-ING خلنا نجي نترجم وبعدين نعتمد على الملاحظات اللي أنا نطيتكم إياها bored معناها يشعر مثل ما وضحنا يشعر بالملل boring ممل excited يشعر بالحماس يشعر بالحماس exciting مثير للحماس tiring معناها متعب tired معناها تعبان هسه ركزوا يا يا I didn't sleep much last night and now I am فراغ أنا لم أنم بشكل جيد الليلة الماضية والآن أنا فراغ هسه واحد من الطلاب بمجرد أن ترجم الجملة يقول استاذ هذه الجملة المناسبة لها والكلمة المناسبة لها tired أنا البرحة ما نمت وبالتالي الآن أنا أشعر بالتعب بالتالي يقول tired لكن إذا خيرني I'm tired تعبان and tiring متعب خلنا نجي نشوف الملاحظات اللي نطاني يا استاذ طه تمشي بدون الأتمال على المعنى شوف طلاب هذا الفراغ لقيت وراء الفراغ شي لا استاذ ما لقيت وراء الفراغ شي وين نروح نروح على الجملة أو بداية الجملة طبعا واحد يقول استاذ بداية الجملة سواء رحت هنا أو هنا نعرف أن تفصل بين جملتين أو تربط بين جملتين فبالتالي هذه الجملة الثانية من الفاعل I عاقل لو غير عاقل عاقل فبالتالي اختار tired لو tiring رجع الملاحظات رح تشوف إذا ما لقيت وراء الفراغ شي وكان الفاعل عاقل اختار اختار الصفة منتهية بإيدي فأقول I am tired مثال ثاني We had a very فراغ day شوف طلاب بس لقيت day اسم يعني لازم اختار صفة منتهية بing حظينا بيوم فراغ جدا We went to two museums in the morning and played tennis in the afternoon ذهب إلى متحفين في الصباح ولعبنا التنس في المساء إذن كان يوما شنو كان يوما متعبا فأقول tiring شوف طلاب أنه رح يخير بين tired نفس الطريقة و tiring لماذا اختار tiring لعن بعد الفراغ لقيت اسم مباشرة اختار ing I wanted to play football but it rained all day أردت أن ألعب كرة القدم لكنها أمطرت طوال اليوم and I had to stay at home و كان علي أن أسفل البيت I was very فراغ لقد كنت جدا فراغ لما نواحد يظل طويل النهار بالبيت شنو الشعور اللي رح يشعر بي رح خير كان بين bored يشعر بالملل لو boring ممل نرجع على الملاحظات مالتنا ركزوا إياها أنا طلاب لقيت ورا الفراغ شي لا أستاذ ما لقيت ورا الفراغ شي روح شوف بداية الجملة شلقيتو لقينا I العاقل فبالتالي شرح أختار رح أختار إيلي I was very bored لقد كنت جدا أشعر بملل لا يوجد حركة لا يوجد اكشن في هذا الفيلم إنه فراغ خيارتك مرة ثانية بين bored و boring نفس الفكرة أستاذ طهش قال قال بابع ورا الفراغ لقيت شي لا أستاذ ما لقيت شي وبالتالي تروح وين تروح على بداية الجملة لقيت it لغير العاقل فس رح أختار رح أختار boring it's boring إنه ممل لا يوجد اكشن في هذا الفيلم إنه ممل there is فراغ because she is going to the UK for the summer and she will learn a lot of new things إنها جدا فراغ لأنها سوف تذهب إنها جدا excited خيارتك مرة ثانية بين excited و exciting شن الاختيار المناسب نجي على ملاحظات استابطاها باوع لورا الفراغ اللي get to assume هاي because مو assume فبالتالي وين اروح اروح على بداية الجملة عاقل لو غير عاقل عاقل فبالتالي رح اختار رح اختار excited إنها جدا تشعر بالحماس لأنها سوف تذهب الى المملكة المتحدة the football match was فراغ المباراة كانت فراغ the score was very close until the last minute النتيجة كانت جدا متقاربة حتى الدقيقة الاخيرة نفس الطريقة خيارتك بين excited و exciting نفس الفكرة يعني اش قلت لك قلت لك اروح ورا الفراغ لقيت شي لا هي الفراغ كان في نهاية الجملة ما طول اكون نقطة يعني ماكو شي ورا الفراغ ارجع بداية الجملة المباراة كرة القدم عاقل له غير عاقل هذا غير عاقل فقبل راح اختار راح اختار الان جي the football match was exciting مباراة كرة القدم كانت مثيرة لان النتيجة كانت متقاربة حتى الدقيقة الاخيرة شوفوا طلاب مثل ما وضحنا هذا التمرين مهم جدا جدا بالامتحان التحريري اما يجب ليها مثل ما هو سقاطات تعتمد على المعنى او يجب ليها مثل ما وضحت لكم اختيارات يخير لي بين اثنين صفات متشابهة واحدة بها ed واحدة بها ing اختار الصفة اما تريد تعتمد على المعنى الجملة او تريد تعتمد على الملاحظات اللي امطيتك اياها ننتقل الاتمرين d يقول لي complete the sentences with ed or ing forms of the verbs شوفنا انا شي يقول لي اكمل الجمل اما ب ed او ing to make adjectives لكي تصنع صفات يعني هذان الكلمات اللي منطيني ياهن than verbs افعال لما نضيف الهن ed و ing رح اصير adjective صفات اشو نضيف الهن ed و ing اما ed و ing نعتمد نفس الطريقة على نفس الملاحظات اللي قلناها شوفوا طلاب amazed اما اسويها amazing او اسويها amazed بال ed انا على شنو اعتمد شوفوا الورى الفراغ شلقيت لقيت اسم اذا رح اخلي لها ing i had an amazing summer لقد كان صيفا مذهلا i went to a summer camp ذهبت في تخييم صيفي to improve my english لكي اطور من لغتي الانجليزية i felt a bit embarrassed هذه اضيف لها اما ايدي او ing embarrassed لو embarrassing on the first day في اليوم الاول because i didn't know anyone لانني لم اعرف اي احد شوفوا طلاب اخلي الها ايدي لو ing باوعولي ورا الفراغ اللي قيت اسم last day وروحولي على بداية الجملة عاقل لغير عاقل عاقل اذا ش رح اتسوها ايدي فاقول i felt a bit embarrassed شعرت بإحراج او شكنت محرجا بعض الشيء في اليوم الاول لانني لم اعلم او لم اعرف اي احد the teacher was very surprised فراغ with my english شوفوا طلاب هاي السبرايز نفس الطريقة اما احولها صفة ام الايدي او ام الاي ان جي اجي اشوف ورا الفراغ اللي قيت اسم last day اذا تروح ورا على بداية الجملة the teacher المدرس عاقل لغير عاقل عاقل فبالتالي اش رح اخلي او ش رح احولها الى صفة ام الايدي the teacher was very surprised المدرس كان جدا مندهش with my english بلغة الانجليزية he said it was really good لقد قال انها جدا جيدة the classes were really interest فراغ شوفوا طلاب بما انه لقيت انها نقطتين او نقطة او فاصلة اذا ما قلش ورا الفراغ هو الفراغ في نهاية الجملة هاذا جملة جديدة بما انه ما لقيت شي ورا الفراغ نرجع على بداية الجملة the class is عاقل او غير عاقل الدورات غير عاقل فبالتالي اش رح اخلي لها رح اخلي لها ing نجي نجي على الترجمة the classes were really interesting الدورات كانت جدا مثيرة او مثيرة الاهتمام we talked about lots of the topics تحدثنا عن الكثير من المواضيع now that i am back now that i am back though i am really tired شوف ان انا ورا الفراغ لقين اشي لا استاذ ما لقين اشي البداية الجملة شو لقيت لقيت i عاقل فبالتالي ش رح اخلي لها اخلي لها ed i am really tired انا جدا متعب i need some relaxed فراغ days بس لقيت days بعد الفراغ اسم هاي الرلاكس اخلي لها ing وقول i need some relaxing days انا احتاج بعض الايام المريحة at home before i start to go to school again ارتاح بعض الايام في البيت قبل ان اذهب الى المدرسة مرة اخرى هذا ما يخص تمرين دي هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري هم يعني اما يجيب الكيهة مثل ما هو يقول لك يمطيك فعل ويقول لك edia و ing يضيف لها اما edia و ing حسب ملاحظات او يجيب الكيهة على شكل اختيارات هي amazing يخيرك بين amazing وبين amazed على المد مجرد يسويها على شكل اختيار خال تخطئ بالمعنى اذا جاب الكيهة على هذه الطريقة فانت لازم تحفظ املاء الكلمات تضيف edu ing بطريقة صحيحة هذا ما يخص درسنا هذا اليوم لاحظنا انه الدرس بسيط جدا ومهم جدا بموضوع الصفات المنتهية ب edu ing والتمارين المتعلقة به وكذلك مقطع نصي كتحضير يومي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفاء ويحاولوا تكتبون هاي ملاحظات دم طلعة بالدفتر وتحفظوها لانها مهمة جدا بالامتحان التحريري ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤالة والسفسارة ووضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات المجدس في الفيديو في الوصف ترجمة نانسي قنقر